جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم كيفية سجود السهو حدثونا عنها وفقكم الله كيفية سجود السهو كما ورد في الأحاديث إذا نقص الإنسان من صلاته بأن ترك التشهد الأول أو ترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال أو قول سمع الله لمن حمده هذا يعتبر نقصا في الصلاة يجبر بسجود السهو ثانيا إذا زاد في الصلاة سهوا بأن قام إلى رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر أو خامسة في الرباعية سهوا فإنه يجلس إذا علم أو بين له يجب عليه الجلوس ويسجد للسهو وإن لم يعلم إلا بعد ما فرغ من ركعه الزائدة فإنه أيضا يسجد للسهو وصلاته صحيحة الحالة الثالثة إذا شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين ويكمل صلاته ويسجد للسهو نعم